اشتركوا في القناة وكانت تقوم عليها الشيخة الصالحة زينة بنت أبي البركات المعروفة ببنت البغدادية وكانت هذه المؤسسة فيها أشياء للوعظ والتعليم تودع فيها النساء التي طلقن أو هجرهن أزواجهن أو مات عنهن أزواجهن حتى يتزوجن أو يرجع إليهن أزواجهن صيانة لهن وكان فيها ضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات يعني مو بس تدخل تاكل تشرب لا ولا فقط أن تحفظ من الشر والفساد لا ولا فقط أن تكفى من العمل والامتهان لا بد فيها تربية فيها جو عبادة